السلام عليكم من كثير جدا المشكلة هذه انه يجيب في تطبيقات تثبتت من غير ما يثبتها يعني تثبتت من نفسها كيف جات من نفسها؟ هي جات لانه انت جبت للتطبيق معين صلاحية تثبيت التطبيقات والتطبيق هذا متعامل معها على انها اعلانات ويثبتها طبعا كيف نوقفها؟ نوقفها عن طريق ان احنا نذهب للايعدادات بعدين نروح عندنا في الحماية بعدين هنا عندي اعدادات اضافية طيب ايش نسوي في الاعدادات الاضافية؟ هنا ننزل فان عندي تثبيت تطبيقات هذا تثبيت تطبيقات المصادر الخارجية هنا تبين لتطبيقات اللي عندها صلاحية هنا كما تشاهدون الى عنده لا يعني ما يقضر يثبت تطبيقات انا بنزل لعندي التطبيق اللي عنده نعم مسموح زي كذا هذا بوتل هذا عندي مسموح هذا نعرفه أن التطبيق ما يجب لي التطبيقات الخبيثة لأنه في بعض البرامج ينزل لك العاب ينزل لك التطبيقات خبيثة ينزل لك أي شيء ينزل ما عنده أي مشكلة لكن إذا كان تطبيق رسمي زي هذا أنا عارفه هذا مدير الملفات أنا بدخول عليه واثبت من داخله ما في مشكلة بعرف الشي هذا لكن إذا في تطبيق هنا زي هذا أنا جوجل برطول ثبت من داخله بس إذا رأيت تطبيق من هنا ما عنده الصلاحية هذه أو أعمل لها إيقاف فينا كما تشاهدون سمع بتثبيت التطبيقات أعمل له إيقاف زي كده وأخرج بعدين كما تشاهدون هنا عندي كل التطبيقات لازم أركز عليها واحد واحد إذا كان في أي تطبيق أنا شاك فيه على طول أعمل له لا عشان ما يثبت للتطبيقات من نفسه هذا هو الشرح في اقتصاد عجبكم بالفيديو جيروا عجب بالفيديو واشتراك بالقناة معكم فوز وصابي وإلى اللقاء